بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسك الحجة بالتوجه إلى مشعر منه لقضاء يوم التروية هذا ومن المقرر أن يتم تصعيد ضيوف الرحمن غدا السبت الموافق التاسع من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفت اقتضاء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كافة الأمنية والصحية والخدمية من جانبها فرضت قوات أمن الحج والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحجيج وتيسير تفوجهم وتنقلاتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة